اهلا بكم في القسم الاخير لهذا المقرر وهو القسم الخاص بما يطلق عليه التعلم المستمر مدى الحياة سنناقش في هذا القسم الموبايل and web technology for lifelong learning نبدأ هذه المناقشة بذكر مصطلح احدث ثورة في عالم التعليم وهو مصطلح الموك الموك او ما يطلق عليه الماسيف open online course وهو عبارة عن كورس يعطى مثل الذي تدرسونه الآن عبر منصة يكون مفتوح لكل الدارسين الذين يملكون خيار او الدخول على الانترنت الموك اصبح له تعريف ومدارس واهداف واهمية انه بيغير شكل التعليم المعروف لدرجة ان مجلة زي نيورك تايم سنة 2012 خصص التحقيق ضخم قالت فيه ان سنة 2012 this is the year of the mooc او سنة الكورسات المفتوحة لكل الناس طبعا احنا في سنة 2016 الموضوع بقى مفتوح واكثر كثيرا جدا من 2012 ادعوكم للاستماع معي لهذا الفيديو الذي يمثل فلسفة الموك مโدد فلسف لهذا الفيديو ادعوكم ف monterات تبحث بالمسم shoot اسم ش ش Jiang إنك ميعgil قرل travel 200 سنة لوapo الزؤوني the students and I enjoyed the class but it occurred to me that while the subject matter of the class is advanced and modern the teaching technology isn't in fact I use basically the same technology as this 14th century classroom note the textbook, the sage on the stage and the sleeping guy in the back just like today so my co-teacher sebastian thrunn and i thought there must be a better way we challenged ourselves to create an online class that would be equal or better in quality to our stanford class but to bring it to anyone in the world for free we announced the class on july 29th and within two weeks 50,000 people had signed up for it and that grew to 160,000 students from 209 countries خلال ذلك شاهدنا عليهم وكلا بعد 기록 أن نفعلها بعد فقط نحن نمتلك ذلك نحن ندفع ما زيادنا ما قد لقد خاتل خاصل، وما نحن 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 نجمع بلوم ثم نحن نفن بشمدة شخصاً نحن 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 نمتلك مع بي وي 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 ورح بنا نحن نحن نظفه نحن 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 من كاليا سيكون سيكون بقية سيئة قدرت بها مع صعبات جديدة وليس شعور ما هي حالتي وكل شيئاً قدرت بها وياناً هو أنت مجرد مجرد من خلال مجرد مجرد أن تقلق 10-مجرد فيه عمل كما تحضر لتريد أن تقلق بذلك من سلطر المجرد ويبقره على صفحة قلمات ومجرد أن تقلق بتواجب ومجرد حتى تقلق إما نحوظ جديد إذا فإن لم يوقع سهلت مرة أكبر آخر إذا ينتهي بشكل كذلك فكرة سابقع فكرة رخصول بشكل لكي يبدو يحتمي لكي يتبع لكي أسماء عن كيف يأستخدم كيف يحب العملي على شكل دوم ويوجد هنا أحيب الناس وح diverجتنا بصة نفسها وحيب بحث المنزل قبل أن ينتهي ينظر أكثبا لكم فكل تتفيد ويجعل أقدم لهم ونعلم بجمعه وحتى أجل لهم الحاديث النظام بحatory ن最近 acho مطلط الغير و diminوا whats like here is the formula and now tell me the value when x is equal to 2 we prefer open-ended questions L между anybody posting ل 오늘도 Musik بيه ai sollte أو باني الأقلال لanteري complexity everywhere I look and I like that kind of response just what we were going for we didn't want students to memorize the formula we wanted to change the way they looked at the world and we succeeded or should say the students succeeded and it's a little ironic عروت نظرة أن نحن نقل بسرعة نحن وخبارات تداريو العديو ولكنك يمكنك تفعله بمعنية؟ وهم يمكنك تفعله قرارات تطعوية بروحي لن تعرف مرحبا مجتمع العمل هي تحليل الكتابة وإنكتبار النادجات تحت اشترك بانكن باللغة لديم مجتمع دائماً لكن في البداية كانت أكثر تحليل لنعم التivaولد من فتح البلاد ولم أنمت مجتمع بشكل تحت رقم الوضع جميع الملتقى الناس كنتما فتنات قام بأيض ص 먹는 وقت من جدения الآن سأشيتم باستمرات بعض الملتقامات بمولون الملتقى بلاستمع من دفني ، في Jews We learned the concept of flipping the classroom Students watch the videos on their own And then they come together to discuss them From Eric Mezoor I learned about peer instruction That peers can be the best teachers Because they're the ones that remember What it's like to not understand Sebastian and I have forgotten some of that Of course we couldn't have a classroom discussion With tens of thousands of students So we encouraged and nurtured these online forums وفعله في أجلسات في التعلمات في أجلسات مختلفة وفعله ستجد 10 سنوات وفي الأن نوع من المنزل بالمقرأة من المنزل أحبقها في أجلسات سنتجد وفي أجلسات سنوات وقعه فيها المنزل ومشاركها لصنع المناسبة وقعه في أجلسات الأجلسات جميع أشخاص في مرحلة في أجل تلك الوقت وفق وديو عملية الأشخاص في مجال في التكن منتج من 50 إلى 100 أجل لقد هذا تقلقًا ما حدث نفعل؟ نحن 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 ولكن هناك سواء تحن نحن 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 بالتدني سباستان سيطيه بأس الآن سواء باستانفر، ساعداء، مدينة، 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 ومدينة تمنطرون أن أخصرهم أخرين شخص حاولها المنزل part of it is the data that we're gathering. We're gathering thousands of interactions per student per class, billions of interactions all together. And now we can start analyzing that. And when we learn from that, do experimentations, that's when the real revolution will come. And you'll be able to see the results from a new generation of amazing students. and the course that you can do with the course that you can do with the course that you can do with the course. Like Coursera, iVersity, EDX, Allison Network, Audacity, and other other courses like Khan Academy, Udemy, and other courses that we can do. هيحل. في هذا الفيديو سنستعرض كيفية استخدام أشهر تلك المنصات مثل cooursera. أيضا يمكن البحث من خلال المواد المنشورة. مثلا إذا اخترنا الهيلف ساينس أو اللايف ساينس العلوم الحياتية ومن ضمنها الهيلف ساينس أو العلوم الطبية سنجد أن في كثير من الكورسات أو المقررات الطبية التي يمكن دراستها من خلال منصة مثل كورسيرا منصة أخرى تسمى EDX EDX تلاوى عليها كورس مثلا اسمه Introduction to Health and Wellness مقدمة في الصحة إزاي الناس تعيش أصحا في منصات العربية توجد منصة هي أصلا شراكة مع EDX تسمى إدراك وهي منصة منشأة بالأردن بدعم من مؤسسة الملكة رانيا وهي أيضا تعطي الكثير من الكورسات أو المقررات العربية أيضا هناك بعض المقررات مترجمة من منصات أخرى منصاتنا طبعا رواق وقد تحدثنا في فيديو سابق عن كيفية استخدامه وطبعا هناك الكثير من المنصات الأخرى التي أدعوكم لمشاركتها لو في أي أحد من حضراتكم يستخدم منصات أخرى في باب المناقشات في هذا الجزء الأخير من الكورس أشارك معكم في هذا الملف المرفق بالمحاضرة مجموعة من الـ URLs أو الروابط الخاصة بكل الأبس أو التطبيقات والويب سايت أو المواقع التي تم منقشتها في كل محاضرات هذا المقرر ترجمة نانسي قنقر